السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر دايجزر الفيديو اعتبر الحلقة لقم 4 في مسابة أبطال التصوير و نعرف الحلقة تأخرت قليلا بس لفترة اللي فاتت كان نمضان و العيد و الوقت كان دايق قليلا بس ان شاء الله الفترة اللي جاء المسابقة ترجع تنتظم و ترجع ثانية تكون كل اسبوع لأود مرة بتفرج على فيديو المسابقة المسابقة باختصار هي مسابة تصوير اسبوعية كل اسبوع بنختار ثيم او موضوع و اللي حاوي اشترك في المسابقة بيصور صورة موبايله ضمن موضوع الأسبوع يبعد الصورة على ايميل المسابقة تفاصيل اشتراك كلها و الجوائزة هتلاقوها في الفيديو التعريف لتع المسابقة و هسيب لي رابط في زندول وصف لتع الفيديو موضوع الحلقة اللي فاتت كان اهم حاجاتنا بتسيبش البيت من غيرها و صراحة وصلتني صور كير جدا للفترة اللي فاتت منهم طبعا صور حلوة و منهم صور بصراحة ملاش اي علاقة بموضوع المسابقة بس انا حاولت اختار احسنهم و دول اصحاب احسن خمس صور وصلتني اختار الفترة اللي فاتت عندنا مازن، سعيد، ريم، محمود و اخر حاجة ياسين مبروك لخمس مشتركين وصول لمرحلة التصويت من غير ما اطول عليكم خلينا نشوف ابطال التصوير الصورة رقم واحد من مازن و مازن صورها باخر فلاكشن من الجي وهو اكيد الجي فايف مازن استخدم فلاتر وعمل شوية تعديلات ظريفة على الصورة طبعا الجي فايف بيجي مع كاميرتين في الظهر والصورة مع الكاميرا الرئيسية وهي 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F1.8 سعى عشيك يا مازن وصورة اوفر اول حلوة شكرا جدا على المشاركة الصورة رقم اثنين من سعيد وسعيد صورها بواوي ميت 7 والكاميرا 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2.0 وسعيد واضح انه يشيل حاجات كثير معي كل يوم وشايفين موبايل عملاق اظن انه غالبا سوني اكس بيريا زيد الترا فيه سماعات كمان ال جي وشايف ساعة سمارت ووتش بيبل انا نفسي استخدمها وشايفناها ساعة ممتازة جدا وتحت مفاتيها العربية فيه بطارية وان بلس بطارية ممتازة جدا كنت اتكلمت عليها في فيديو قبل كده هذا غير حاجات تانية كثير ولكن الغريب في الصورة انها شكلها متصورة في ملعب كورة ولكن اقف اقلوا مشاركة ممتازة من سعيد شكرا جزيلا الصورة رقم ثلاثة من ريم وريم صورها بالكاميرا الرئيسية للجي فايف لتاني ماره في الحلقة اللي زي ما قلنا هي 16 ميجا بيكسل الصورة الوانها حلوة وفيها برضو حاجات كثير داخل جرب البطريق الظريف ده شايف موبايل سامسونج بسراحة ليس متأكد نوعه ايه والقلم الروترينج السنون ده بيفكرني جدا باهمة كلية بصراحة فيه كمان مدالة مفاتيح الظريفة ده غير الشنطة الشيك اللي ورا صورة حلوة جدا من اللي نيم شكرا جزيلا على المشاركة الصورة رقم اربعة من محمد ومتصورة بجالاكسي ايس من رغم ان الكاميرا بتاعته ضعيفة نسبيا خمسة ميجابيكسل مع فتحة عدسة 2.6 بس بصراحة الصورة عجبتني بس محمد غير المشاركات اللي فاتت واضح انه يحب انزم البيت خفيف جدا مفاتيحه في ايده وشوائد كوينز وكده زي الفل بس الصورة بصراحة زويتها حلوة واستغلال ممتاز للكاميرا شكرا جدا محمد على المشاركة واخر صورة رقم خمسة من ياسين ياسين صورها بايفون 5S اللي طبعا كاميرته مشهورة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة 2.2 شايف الصورة موبايل اتش دي سي اظن ان هو ديزاير اس غالبا هناك سماعات وكفر بطارية وملاحظ ان نموز الناس يتصور بموبايل غير الموبايل تاني الموجود في الصورة لكن الصورة عجبتني الاضاءة فيها ومشاركة تمام جدا من ياسين شكرا جزيلا دول كانوا احسن خمس صور للحلقة رقم 4 من مسابة ابطال التصوير وكل العليج تختار احسن صورة وتصوت بكل سهولة من السؤال الذي يظهر على الشاشة الوقت التصويت سيستمر من الوقت والحد الاسبوع اللي جاي ان شاء الله اللي حابب يشارك في المسابة من ساشي تابعنا على الانستجرام وأكيد تحت اسم عمارديزر وهسيب لي رابط برضه في صندوق الوصف الفيديو لان ان شاء الله حالا على نتاج التصويت والفايز على الانستجرام اما بالنسبة للموضوع الحلقة الجيدة فهيكون الشروق والغروب وده بصراح بداع طلب الجماهير لان في ناس كتير جدا طلبته الفترة اللي فاتت اكيد اللي عنده اختراح لأي مواضيع لحلقات جاية بعد كده يشاركنا بيه وبس لو عجبك الفيديو ده لا تنسوش تعمله لايك وشير وكيد سبسكرايب عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اراكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام